أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبت 6 آذار 6 ثلاث القمر موجود بالقوس اليوم في منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة ثانية صباحا متوقيت جرينيج وبعديها القمر رح ينتقل لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة يعني منزلة جيدة وبمعنى القمر موجود بالقوس منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا العالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم مشكلة فأول زاوية راح تكون عندنا زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر والشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة وحدة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية برضو راح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين مع بداية تشكل هاي الزاوية بيبدأ عنا خلوة المسار لأنها هي آخر زاوية قبل انتقال القمر فخلوة المسار بيبدأ الساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم السبت ورح يستمر خلوة المسار حتى اليوم التالي يعني اليوم الأحد سبع ثلاث حتى تمام الساعة ثنتين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وعادة زي ما حكينا أنه القمر لما ما بيشكل يعني آخر زاوية في البرج بيشكلها بيبدأ بعديها خلوة المسار لأنه القمر بيبطل يشكل زوايا أخرى لحديت الانتقال وتشكيله أول زاوية بيصير عنا نهاية خلوة المسار فخلوة المسار زي ما حكينا بيبدأ أمتى؟ طبعا خلوة المسار هو سلبي بهاي الفترة لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل هذا جميع موليد الأبراج دون استثناء طبعا بالنسبة للقمر زي ما حكينا عن خلوة المسار باقي خلوة المسار لطيلة الشهر موجود في صندوق الوصف لكل أيام الشهر ومكوث القمر في الأبراج للي بسأل عن الأيام الإيجابية للشهر أو الفترات الإيجابية والسلبية لكل برج أنت على حسب برجك إذا كان برجك ناري بتشوف أن الفترات اللي القمر بتواجد فيها في الأبراج الهوائية والنارية معناته هاي فترات إيجابية لإلك إذا كان بتواجد في أبراج معاكسة لإلك معناته هاي فترة لا يعني بيكون لازم تحذر فيها فأنا ذاكر في صندوق الوصف الأيام اللي رح يمكث فيها القمر في كل الأبراج فبتقدر من خلالها أنت تعرف أفضل الفترات أفضل الأيام أو أفضل الأوقات وأسوأ الأوقات طيلة الشهر بالنسبة لعمر القمر القمر المربع يعني صار نصف البدر تماما فإسمه مربع 23 يوم في تمام الساعة 1139 دقيقة مساء بيصبح 24 يوم نسبة الإضاءة 50% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 منتحسة بنسبة 10% طبعا في ساعات المساء ترجع سعيدة يعني الحلقة الجاي بنحكي عن سعادتها القمر في القوس حتى يوم 7-3 نسبة السعودة 15% مع الاختلال اللي بيصير ما بين زوايا إيجابية وسلبي وخلو المسار فأنا بعطيها بس 15% في ساعات المساء مع خلو المسار بتقل يمكن تصل لصفر في المية عطارد في الدلو حتى يوم 15-3 السعادة 15% طبعا في ساعات المساء ممكن أنها ترتفع شوي لأنه رح يتحرر من الزوايا المعاكسة وببدأ يشكل زوايا إيجابية الزهرة في الحوت حتى يوم 25-3 منتحسة بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحسة بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحسة بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن اليوم تفكر في رحلة أو أنك تروج لعمل الفترة هاي إيجابية أو ممكن تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها يعني يجيك معلومات ما كنت تتوقعها بيكون هذا اليوم ناجح على مستوى الحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء لأنه هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير تتلقى مساعدة أو تعاطف من شخص معين عليك أنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي ما في داعي للعصبية ولا للحدية أهم شيء أنك تدير بالك من النفقات برج الجوزاء طبعا بما أنه القمر مقابلك تماما ودائما البرج المقابل لا إلك بيفيدك على مستوى تعزيز شراكتك سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بيسحب من طاقتك فعشان هيك بتصير سلبية وضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات ما في داعي للمواجهات في هذا اليوم لأنه عادة دائما الخصم بيكون أقوى منك بالفترة هاي حجتك بتكون ضعيفة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وما تخلوا أعمالك تتراكم عليكم وما تهملوا أعمالكم برضو بدك تنتبهوا لغداءكم وراحتكم بدك تكون منظم حاول أنك تحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وحاول أنك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد طبعا اليوم مناسب لإلك طاقتك فيها عالية جدا وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ممكن تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي الفترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات أهمش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول أنك تصحح الأخطاء يعني على أساس أنه تظلك أنت محافظ على إيجابية الفترة هاي برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تهتم بأشياء لها علاقة بالعقارات أو تصليحات بتجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة أو ممكن يكون فيه شيء مشترك ما بينك وبين وضع عائلي معين وبرضو بعضكم ممكن يقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشكلة شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة لأجواء تحمل بعض التوتر حاول أنك تراعي وضعك الصحي برضو برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا بأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخاصة السفر القصير ما بين المدن أو ما بين المناطق يعني بيكون عندك نشاط عالي الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة برضو مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت النظر لقدراتك الأجواء لطيفة وممكن أنها تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك ولكن الأهم أنك تنتبه على صحتك وما تخاطر أو تجهد حالك زيادة برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك حاول أنك تكون عاقل في صرف الأموال بتهتم لمناقشة دعم مالي أو قرد أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات ولكن انتبه من توقيع العقود أو الأوراق في فترة خلو المسار هاي الفترة إيجابية ممكن من خلالها تحقق ربح معين برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن انك اليوم تحقق نجاح باهر لو ركزت وتحركت برج الجدي طبعا اليوم بدكوا تكونوا حاذرين لأن القمر موجود في بيت المتاعب فبتكن تنتبهوا بشكل جيد على صحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي او صحي اهمش انك ما تحسم امر لانه الفترة هاي سلبية ومخيبة للامال وممكن تندم على اي خطوة بتقوم فيها برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الافاق وبتحتفل بنجاح او تطور علاقة ما ممكن تعزز شعبيتك وتحصد ارباح بتفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب الى جانبك بتخف الضغوط وبيطمعن بالك برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على انجازات القائمة اهمش انك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها يعني اهم اشي انك تحافظ على سمعتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة